بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد نتحدث في الوحدة التاسعة عن انقضاء الشركة وإذا أردنا أن نتحدث عن انقضاء الشركة نجد أن أسباب انقضاء الشركة تنقسم إلى قسمين أسباب عامة وأسباب خاصة فما المقصود بالأسباب العامة وما المقصود بالأسباب الخاصة المقصود بالأسباب العامة أي أسباب عامة تنقضي بها جميع أنواع الشركات سواء كانت شركات أشخاص أو شركات أموال أما الأسباب الخاصة فهي خاصة بشركات الأشخاص فقط ولا تنقضي بها شركات الأموال فدعونا نبدأ بالحديث عن الأسباب العامة لانقضاء الشركات وهي 1. انقضاء المدة المحددة لحياة الشركة 2. انتهاء الغرض الذي انشأت الشركة من أجله أو استحالت تحقيقه 3. اجتماع جميع الحصص بيد شريك 4. اتفاق الشركاء على حل الشركة 5. الاندماج بنوعيه سواء كان اندماج بالضم أو اندماج بالمزج 6. صدور حكم أو قرار بانقضاء الشركة 7. هلاك رأس المال الشركة كله أو معظمه بحيث يكون الجزء المتبقي لا يكفي للاستمرار في حياة الشركة ودعونا نأخذ كل سبب من هذه الأسباب بشيء من التفصيل أولا انقضاء المدة المحددة لحياة الشركة 7. فإذا كان هناك اتفاق فيما بين الشركاء على أن تكون مدة حياة الشركة 10 سنوات مثلا 8. فبانقضاء مدة العشر سنوات هذه تنقضي حياة الشركة 9. ولكن في كثير من الأحيان تكون الشركة قد بدأت في بعض الأعمال أثناء مدة حياتها أي قبل انقضاء مدة العشر سنوات 10. لكن هذه الأعمال لم تنتهي بعد فهل تنقضي الشركة بمجرد انقضاء مدة العشر سنوات أم أنها تستمر فترة أخرى لحين الانتهاء من الأعمال التي كانت قد بدأت قبل انقضاء حياتها ومستمرة بعد انقضاء مدة العشر سنوات 10. في الحقيقة يجب أن ننتظر لحين الانتهاء أو تصفية الأعمال التي كانت قد بدأت أثناء حياة الشركة ولم تنتهي بعد انقضاء المدة المحددة لحياة الشركة 11. لكن لا يجوز البدء في أعمال جديدة 11. إلا بأعمال جديدة بعد انقضاء المدة المحددة لحياة الشركة 12. إلا إذا كانت هناك ضرورة ملحة لذلك 12. السبب الثاني من أسباب الانقضاء العامة للشركة 13. انتهاء الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله أو استحالة تحقيق هذا الغرض 14. فإذا قامت الشركة للقيام بعمل معين 15. فانتهت من تحقيق هذا الغرض 15. تنتهي الشركة بمجرد تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله 16. لكن سؤال الذي يطرح نفسه 16. ماذا لو كان هذا الغرض محدد له مدة لتحقيقه 16. واستطاعت الشركة أن تنتهي من تحقيق هذا الغرض 16. قبل انقضاء المدة المحددة لتحقيقه 17. فمثلا قامت شركة مباني لإنشاء مجمع جامعة الملك خالد بالفرعة 17. ووضع لذلك مدة عشر سنوات 17. واستطاعت الشركة إنهاء جميع عمال البناء في خلال سبع سنوات 18. فهل تستمر الشركة للعشر سنوات أم أنها تنقض بانتهاء جميع الأعمال التي أنشأت من أجلها 18. في الحقيقة ليس هناك فائدة من أن تستمر الشركة في عملها 19. بالرغم من تحقيق الغرض الذي أنشأت من أجله 20. كذلك إذا استحال تحقيق هذا الغرض 21. كأن تكون الشركة قامت لاستغلال براءة اختراع أو لاستغلال حق امتياز 22. وتم إلغاء هذا الحق أو تم إلغاء براءة الاختراع 23. ففي مثل هذه الحالة تنتهي الشركة لاستحالة الغرض الذي أنشأت من أجله 23. السبب الثالث من أسباب انقضاء الشركات 24. اجتماع الحصص بيد شخص واحد 24. وهذا شيء طبيعي لأن من الأرقان الموضوعية الخاصة 25. هي تعدد الشركاء 26. فإذا اجتمعت جميع الحصص في يد شريك واحد 27. فبذلك ينتفي ركن من الأرقان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة 28. وهو تعدد الشركاء 29. حيث أن في هذه الحالة لن يكون هناك تعدد 29. بل سوف يكون هناك شركة مملوكة لشخص واحد 30. والنظام السعودي لا يعترف بشركة الشخص الواحد 31. لذلك تنقضي الشركة 31. السبب الرابع اتفاق الشركاء على حل الشركة 32. وهذا ما يسمى في الفقه القانوني بالحل الاتفاقي 33. فعلى سبيل المثال يمكن أن تكون الشركة تحق خسائر 34. والاستمرار في الشركة سوف يؤدي إلى خسارة رأس المال كله أو زيادة عن رأس المال 34. فيجلس الشركاء ويتفق فيما بينهم على إنهاء الشركة قبل حلول الأجل المتفق عليه لحل الشركة 35. ففي هذه الحالة تنقض الشركة بما يسمى في الفقه القانوني بالحل الاتفاقي 36. السبب الخامس من أسباب العامة لانقضاء الشركات وهو الاندماج 37. والاندماج هذا نوعين إما أن يكون اندماج بالضم وإما أن يكون اندماج بالمزج 37. فما المقصود بالاندماج بالضم؟ 38. الاندماج بالضم بأن يكون هناك شركتان تتمتع كل منهما بشخصية معنوية مستقلة 39. فتفقد إحدى الشركتين الشخصية المعنوية لها وتنضم إلى الشركة الأخرى التي تحتفظ بشخصيتها المعنوية 40. هذا هو معنى الاندماج بالضم 40. أما الاندماج بالمزج فمعناه أن يكون هناك شركتان لكل منهما شخصية معنوية مستقلة 41. لكن تفقد كلتا الشركتان الشخصية المعنوية الخاصة بها وتنشأ شخصية معنوية جديدة تمزج في طياتها الشركتين التي امتزج مع بعضهما البعض 41. أما السبب السادس من الأسباب العامة للقضاء الشركات هو ما يسمى بالحل القضائي 42. فأحيانا يكون هناك خلاف فيما بين الشركاء 43. بعض الشركاء يستفيد من حياة الشركة ووجودها والبعض الآخر متضرر لأنه يتحمل نصيب أكبر من الخسائق 44. ويطلب من شركائه حل الشركة فيرفضه 45. فيجوز لمثل هذا الشريك أن يلجأ للقضاء 46. فإذا أبدأ أسباب جدية ومقنعة للقاضي 47. فيجوز أن يصدر من القاضي حكما بانقضاء الشركة وحلها وهذا ما يعرف في الفقه القانوني بالحل القضائي 47. أما السبب السابع من الأسباب العامة لانقضاء الشركة 47. فهو هلاك رأس مال الشركة كله أو معظمه بحيث يكون القدر المتبقي لا يكفي لاستثمار حياة الشركة 48. وهذا أمر طبيعي حيث أن المال هو عصب التجارة 49. فلا يمكن أن نتصور أن تبقى الشركة بعد هلاك رأس مالها 50. فلماذا تبقى وماذا سوف تستثمر 50. أو أن غالبية رأس المال 90% أو 95% من رأس المال قد هلك 51. والجزء المتبقي لا يكفي الاستثمار في حياة الشركة 52. فحين إذ تنقض الشركة 53. لكن قد يهلك رأس المال كله ولا تنقض الشركة 54. في حالة ما إذا كانت شركة مؤمن عليها 55. فإن شركة التأمين تلتزم بإعادة الحال إلى ما كان عليه 55. وفي هذه الحالة يمكن الاستمرار في حياة الشركة واستمرارها مرة أخرى 55. سآ Architecture